وقت المطالبات والمناشرات خلاص عدة لازم يكون فيه اكشن لازم يكون فيه فعل انقضوا غزة زي ما قلت لحضراتكم برا وبحرا وجوا والنهاردة بنتكلم عن الانقاذ من الجو لو اتكلمنا على الانقاذ من البحر في دانكيرك وبتكلم بقالي اكتر من 105 يوم عن الانقاذ من البر في معبر رفح فالنهاردة بنتكلم عن الانقاذ من الجو هل تستطيع الدول العربية انقاذ قطاع غزة من الجو؟ نعم ام لا الاجابة هنعرفها مع بعض دلوقتي بين برلين وغزة جسر جوي لمواجهة المجاعة ايه الحكاية اللي بنتكلم فيها النهاردة؟ بعد الحرب العالمية التانية يا جماعة تم تقسيم المانيا وفقا لمؤتمر كان سنة 1945 اسمه مؤتمر بوتسدام اعتبرت المانيا منطقة نفوذ مشتركة ما بين عدة دول اتقسمت كالقاتي الانتحاد السوفيتي خدت جزء الشرقي من المانيا والحلفاء امريكا بريطانيا فرنسا خدوا الجزء الغربي مشوا على الكلام ده فترة كان في الحزب الشيوعي والمشعرف ايه وكان فيه سيطرة من الانتحاد السوفيتي على الجزء الشرقي اللي بتقع في برلين وكان الحلفاء بيسيطروا على الجزء الغربي حصلت خلافات واقترح الحلفاء انشاء حكومة مركزية في مؤتمر لندن 1948 وده اغضب السوفيتيين فقطعوا الكهرباء زي ما انت شايفين كده فده اغضب السوفيتيين جدا في 48 من مؤتمر لندن وانتوا ليه بتعملوا كده وكان فيه خلافات اقتصادية عن الرايخ الالماني هل يبقى فيه عملة تانية هل يبقى فيه مش عارف كذا سوفيتيين بيطبعوا فلوس المهم كان فيه ازمة كبيرة جدا ما بين الطرفين يوم 25 مارس 1948 الاتحاد السوفيتي بيصدر اوامر شبه اللي احنا بنعشها دلوقتي في قطاع غزة تقييد الحركة تماما بين غرب المانيا وبين برلين لا يمكن لاي شحنة اي شحنة ان تغادر برلين بالسكك الحديدية دون اذن القائد السوفيتي ما فيش عربية مساعدات ولا قطر ولا اي حاجة يعدي ينبغي على كل قطار وكل شاحنة ان تفتش من قبل السلطات السوفيتية خلاص حصار كامل لبرلين بدأ الحصار بشكل رسمي لا طعام لا وقود لا مساعدات لا سكك حديدية الجميل في الموضوع ان برلين في الوقت ده كان بيعيش فيها 2.2 مليون شخص بيفكرك بحاجة الرقم ده مش كده اه هو نفس تعداد السكان تقريبا اللي في قطاع غزة تعرضت حياة 2.2 مليون شخص في برلين في الوقت ده لخطر المجاعة السوفيت عملوا حصار برلين بدأ 24 يونيو بشكل رسمي 24 يونيو 1948 وامتد للـ 12 مايو 1949 قبل ما ننقل قبل ما ننقل لو سمحتو خلينا مع الاتحاد السوفيتي نتكلم عن المعاناة الاول قبل ما نشوف الحل حضرتك تخيل معايا احنا انت مش محتاج تتخيل انت عايش ده اصلا معلش انا اسف احنا في 2024 عندنا 2.2 مليون شخص محاصرين ممنوع عنهم الاكل والشرب والمية والسكة الحديد والطيران والغذاء والطعام والدواء وكل حاجة ما فيش وقود ما فيش كهراء ما فيش اي حاجة اسرائيل بس هي اللي بتأذن بدخول او بخروج او بعبور اي حاجة وبالتالي احنا امام نموذج مماثل مشابه لحصار برلين ده حتى لدرجة ان عدد السكان واحد جميل او في 1948 الحقيقة انه في ناس قررت انها تتحرك وتنقذ حياة لـ 2.2 مليون بني ادم النهاردة ما فيش حد بيتحرك ايه اللي حصل ايامها اللي حصل ايامها كان الجسر الجوي اللي انشأوا الحلفاء يوم 26 يونيو 1948 انا اسف هي مش 84 هي مكتوبة غلط 1948 انشأ الحلفاء جسر برلين الجوي كان الهدف من الجسر ده واحد هدف واحد لا ليه علاقة بمواجهة مع السوفيت عسكريا ولا ليه علاقة بتحرير برلين ميدانيا ولا ليه علاقة باشتباك جوي ولا اي حاجة عز اقول لحضرتك ان الهدف كان ايصال الطعام والوقود والمساعدات بشكل مستمر الهدف كان انقاذ حياة الناس البني ادمين اللي موجودين جوه برلين وبيعانوا من الحصار كان الهدف هو كسر الحصار السوفيتي عن 2.2 من 10 مليون انسان عملوا ايه؟ بلأ الامريكيين والبريطانيين يعملوا عملية مشتركة لدعم المدينة كلها بكل اللي فيها تخيل حضرتك معايا الرقم اللي جاي نفذوا اكتر من 200 الف طلعة جوية في عام واحد ما بكلمكش عن طلعات جوية عسكرية ما بكلمكش عن مواجهات بيل مش عارف لا خالص انا بكلمك عن 200 الف طلعة جوية بترمي مساعدات على 2.2 من 10 مليون بني ادم الخطة الاصلية لامريكا وفرنسا وبريطانيا والدول اخرى منها كندا كان انهم ينقلوا 3475 طن من الامدادات يومية حلو والله رقم كبير عايز اقولك انه بحلول ربيع 1949 ايه اللي حصل الرقم بتاعة 3000 ده اتضاعف اربع مرات الرقم ده تضاعف وبلغت ضروة التسليم اليومي المساعدات اللي بتنزل على اهل برلين اللي متحصرين 12941 طن طيارات زي سي 74 وطائرات اخرى زي سي 54 حلقوا معا عايز اقولك انهم قطعوا مسافة 92 مليون ميل في هذه العملية مسافة طويلة جدا على مدار الاشهر الطويلة اللي كسروا فيها الحصار كانوا تحركوا الطائرات الامريكية والبريطانية مع بعض اكتر من 92 مليون ميل عشان بس ينقذوا حياة بني ادمين عشان ينزلوا مساعدات من الجو عشان ينقذوا حياة 22 من 10 بني ادم في برلين ما كانش فيه مواجهات عسكرية انا بأكد تاني الجماعة دول ما كانش طالعين يحاربوا ما كانش طاران عسكري طالع يحارب اطلاقا كانت طائرات عسكرية اه بس بترني مساعدات اغاثية وانسانية اكل وشرب طيب نبص كده على شوية الارقام دي لانها مهمة القوات الجوية الامريكية نقلت حوالي مليون وسبعمية تلاتة وتمانين الف وخمسمية تلاتة وسبعين طن من المساعدات لبرلين اجمالي تقريبا حوالي ستة واربعين ونصف في المية من اجمال اللي تم نقله قوات الجوية البريطانية عملت ايه قوات الجوية الملكية البريطانية نقلت حوالي نصف مليون طن خمسمية واحد واربعين الف وتسعمية سبعة وتلاتين طن بنسبة تلاتة وعشرين وتلاتة من عشرة من اجمالي ما نقل اجمالي المساعدات اللي الجماعة كسروا بيها حصار برلين في الوقت ده في الف تسعمية تسعة واربعين من 48 إلى 49 كان 2.334.374 طن من المساعدات الرقم ده كفيل انه كان يخرج الناس من المجاعة اه طبعا كفيل انه كان يخرجهم من المجاعة الناس ما عاشوش المجاعة لانه وصلهم اكتر من 2 مليون طن من المساعدات طيب عملوا كم طلعة جوية في الفترة دي 278.228 طلعة جوية فوق برلين وبالتالي لم يصمد هذا الحصار كثيرا ما خلاص انت محاصر الناس لكن في ناس تانية تحركت في ناس تانية قررت انها ما تتفرجش على اهل برلين وهم بيموتوا تم انهاء حصان برلين تم انقاذ حياة 2.2 مليون بني ادم في مايو 1949 في ابعاد سياسية في القصة وفي ابعاد لها علاقة بالمانيا الغربية والالمانيا الشرقية ومين هيعمل لكن الهدف هنا العملية اللي انا بحكيها لحضرتك مات فيها ناس اه في اعداد ماتت لكن مفيش واحد فيهم مات نتيجة انه قتل في مواجهة عسكرية ومال ايه كانت حواليس طيران ايه يعني الاتحاد السوفيتي مدربش الطيران لا مدخلش معهم حرب خلاص هم في دول قررت انها تكتمع قررت انها ما تقفش تتفرج قررت انها تنقط حياة بني ادمين فوقف الاتحاد السوفيتي وقتها عند حده لم يجروا انه يصطدم مع امريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا في طلعات جوية خلاص الناس قالوا مش هنسيب الناس دي تموت خلاص انت واخد المانيا الشرقية برلين دي مش هنسيبها تموت حساب برلين ده ينتهي وانتهى حساب برلين دي كانت قصة مش عشان اقولك ان احنا والله يا سلام ده الحرب العالمية التانية والجماعة لا خالص احنا اقول لحضرتك ان دي قصة قابلة للطبيق ويجب ان تطبق ولازم لازم اللي بيحصل ده اللي احنا بنحكي ده يتعمل دلوقتي مع اهل غزة المتين الف طالع دول سهل انهم يتعملوا على فكرة طب انت بتقول كلامه خلاص لا مش كلامه خلاص ديفيد هيرست في مقاله ذكر منظمة التعاون الاسلامي مش كده صح تعالوا نروح كده الموقع منظمة التعاون الاسلامي ونشوف نشوف ايه الحكاية عندهم منظمة التعاون الاسلامي تشكلت 1969 وعضويتها تقريبا في حوالي 57 دولة المملكة الاردنية الهشمية عايزين نركز مع بعض فيها عضو من 1969 ولو طلعنا بالصورة الفوق كمان هنلاقي الجمهورية التركية هتظهر على الشمال تحت كمان اطلع اطلع كمان هنا اهو جمهورية التركية 1969 وبعد شوية هتطلع جمهورية مصر العربية هنا في الصف بتاع جيبوتي ده تقريبا يعني هنطلع جمهورية مصر العربية برضو انضمت في 1969 هنوصل لمصر اهو اهو جمهورية مصر العربية 1969 جميل جدا لو احنا بنتكلم عن الدولة الجارة اللي هي حدودها ملاصقة لقطاع غزة اللي هي مصر منضمة 1969 ومعانا الدولة اللي هي تاسع اقوى قوة جوية عالمية اللي هي الجمهورية التركية ومنضمة برضو لمنضمة التعاون الاسلامي في 1969 ومعانا المملكة الاردنية الهاشمية لسبب ان لها باع في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا في الانزال الجوي الاردن يا جماعة عملت ست عمليات انزال جوي منها واحدة مشتركة مع فرنسا وخمسة قام بها الطيران الملك الاردني وكانت الاميرة سلمة ابنة الملك عبدالله مشاركة في عملية من عمليات الانزال كلام ده جايبينه منين تعالوا نروح بسرعة الموقع الرسمي للقوات المسلحة او للجيش الاردني الجيش الاردني القوات المسلحة الاردنية تنفذ انزالا جويا عشية عيد الميلاد لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس بيرفيريوس بغزة 24-12 بالبحث على موقع القوات المسلحة الاردنية بنجد ان الجيش الاردني عمل ست عمليات انزال جوي فاحنا هنا عندنا جماعة تلات دول التلات دول اعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اللي مشكلة من عضوية 57 دولة عربية واسلامية بنتكلم عن مصر عن تركيا عن الاردن هل مصر وتركيا والاردن قادرين يكسروا حصار غزة زي ما الحلفاء كسروا حصار برلين الارقام هي اللي هتقول مش كده تعالوا تشوف مع بعض الاسطول الجوي العربي لثلاثة دول فقط انا هنا بتكلم عن مصر عن تركيا عن الاردن سطول جوي قوي متى يتحرك الارقام دي والتصنيفات دي وفقا ليه اخر تقرير لجلوبل فاير باور المعهد او الموقع المختص في تصنيفات الدول العسكرية مصر بالنسبة للقوة الجوية تصنيفها عالميا هي في المركز الثامن عالميا تعداد الطائرات او عدد الطائرات العسكرية اللي تملكها مصر حاليا 1069 طائرة عسكرية عندنا طبعا ده مقسم ما بين طائرات نقل عسكري حوالي 59 طائرات نقل عسكري طائرات هليكوبتر طائرات مقاتلة انواع من الطائرات لكن اجمال الطائرات العسكرية للقوات الجوية المصرية 1069 طائرات لو اتحركنا وروحنا عند الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سنجد ان تركيا في المركز التاسع عالميا كاقوى قوة جوية عالميا يبا احنا عندنا دولتين اعضاء في منظمة التعاون الاسلامي من اقوى 10 دول في القسطول الجوي العسكري عندها كم طائرات عسكرية 1065 طائرات عسكرية لو اتحركنا وصلنا للاردن عند الملك عبدالله هنلاقيه في المركز السابع والثلاثين عالميا ولديه قسطول عسكري مكون من 256 طائرة عسكرية الاجمالي كام يا جماعة اجمالي الطائرات اللي احنا بنتكلم عنها 2390 طائرة عسكرية لو انا عندي 3 دول عربية عندهم 2390 طائرة عسكرية بما فيها طائرات النقل العسكري وخلافهم هل مصر وتركيا والاردن لا تستطيع ان تنشئ تحالفا ثلاثيا عربيا اسلاميا لانزال مساعدات جوية على قطاع غزة الحقيقة ده مش سؤال وده مش رجاء وده مش مناشدة ده واجب على عبدالفتاح السيسي ورجب طيب اردوغان وعبدالله الثاني ملك الاردن رئيس تركيا الرئيس المصري التلاتة دول بما لديهم من قوات المفترض ان هما يقروا عن حصار برلين ايه اللي حصل فيه ازاي ادرت قوات الحلفاء انها تطلع تنفذ 278 الف طلعة جوية في اقل من سنة من غير ما تعمل مواجهة عسكرية واحدة مع الاتحالي السوفيتي ازاي مصر وتركيا والاردن يقدروا ينفذوا دلوقتي طلعات جوية مباشرة على قطاع غزة دون ان يشتبكوا عسكريا مع الاحتلال الاسرائيلي ده قرار لو اتخذ من هذه الدول بدعم من منظمة التعاون الاسلامي فما فيش مجاعة في قطاع غزة ده مش معنى ان العدوان هتوقف مش معنى ان الحرب هتوقف انا ما بتكلمش في ده خالص يا جماعة للجماعة دول طلعين يضربوا صواريخ ولا طلعين يجلوا ناس ولا طلعين يقصفوا مواقع ولا اي حاجة طلعين يرموا اكلوا شرب بس طلعين يرموا اكلوا شرب بس لدي معنها حرب وهقولك ثاني تخيل معايا ان التلات قوى دول بالتلات زعماء دول بالتلات دول دول اتخذوا قرارا مدعوما برلمانيا ومدعوما شعبيا ويباركوا الاعلام في هذه الدول الثلاث بان هناك جسر جوي لنقل المساعدات او القاء المساعدات على قطاع غزة تقوده مصر وتركيا والاردن هل تجرؤ اسرائيل على قصف طائرة واحدة ما هو لو تجرؤ وحضرتك مقتنع ان في تحالف ما بين التلات دول دول وانت مقتنع ان اسرائيل تجرؤ انها توقع طيارة يبقى التلاتة دول ما يستحقوش اما كنه خلاص يعني يبقى منوش لزومة جماعة لو احنا مش قادرين نطلع نرمي مساعدات الاردن عملت ده اعملوه تاني يا جماعة بس بالتنسيق مع الرجل ده ومع الرجل ده الموضوع سهل وبسيط لم يعد الامر نداء بل اصبح واجب وطني على كل رئيس من دول وعلى الشعوب العربية انها تضغط لحد ما نصل لمرحلة ان فيه جسر جوي عربي واسلامي لانزال المساعدات على قطاع غز